لا توقفها حدود ولا تلزمها سياسة بل تتحرك في أربع بلدان عربية الناشاءت هي أذرع إيران وخنجرها الذي تهدد به كل ما ضاق عليها الخناق حتى لو كان على حساب مناطق هجر منها أهلها وشردوا بذريعة الحرب على الإرهاب والتثبيت أسس ما يطلق عليها محور الممانعة صواريخ إيران المنقولة إلى العراق على كتف ميليشاتها هي بعلم حكومة العباد لكن ليس لها ولاية عليها كما قال موقع جلوبال نيوز الكندي الذي نقل عن مسؤول بجهاز المخابرات في العراق قوله إن بغداد كانت على علم بالتدفق المتواصل لتلك الصواريخ لكنها لا تملك أي حكومة العباد من الأمر شيء فببساطة زر إطلاق النار بيد الإيرانيين أنفسهم وبغض النظري عن الهدف من إنشاء تلك القواعد في العراق بالتزامن مع عقوبات واشنطن فإن اللافتة هنا أن طهران باتت تنشئ مصانع لتطوير تلك الصواريخ داخل الأراضي العراقية بحسب مسؤولين إيرانيين ومصادر باستخبارات غربية نقلت عنهم رويترز ولعل الخطة البديلة التي تحدث عنها المسؤول الإيراني للوكالة تتلخص بإدامة عمل ثلاث مواقع في العراق تصنع الصواريخ وتطويرها بإشراف مباشر من قائد فيلق القدس قاسم سليماني لا سيما كالتي بمناطق الزحفرانية شرق بغداد وجرف الصخر في بابل ومصنع آخر في كردستان العراق وكل هذه المناطق تخضع لسلطة خالصة من ميليشيا الحجد كجرف الصخر التي هجر منها أهلها قبل أكثر من ثلاث سنوات ولم يسمح لهم بالعودة حتى الآن بيد أن تقرير الرويترز والمعهد الكندي كشفاء السبب الحقيقي وراء منع عودتهم مع استحضار تصريح لزعيم ائتلاف الوطني أياد علاوي عندما حصر قرار عودة أهالي ناحية جرف الصخر بيد الحرس الثوري وحزب الله اللبناني لا غير